موسيقى موسيقى فطور انجليزي موسيقى وانطلقنا يا ابو شريك نمشي في شوارع المدينة هائمين ونفكر بالطبخة التي سنطبخها للأولاد هذا النهار عدنا وكنا قد اتخذنا القرار قلت لحالي بنعمل فطور انجليزي هوت دوك زائد فاصولية حب السوس الأحمر زائد شرحات بيضة زائد بيضة مقلية عيون وكانت كل الأشياء موجودة وبدأنا بأعداد الطبخة وانهالت علينا المفاجأة خلصت النينة الغاس وينك يا بلال وطلبناه على الموبايل فقال لي باللهجة الديرية هالساعتين نكون عندك قلت له ساعتين كتير قل لي انه هالساعتين بالديرية يعني أقل من ساعة وتعب أنطور ساعة لتبلش بالأعداد للطعام بردت همتي لكن الزوج الهمامي أخرجت لنا من بين الأنقاض مدفأة كهربائية من جماعة الـ 75 ليرة الشهيرة فوضعنا عليها المقلات الفاصولياء فيك تجيبها جاهزة من السوء مع السوس الأحمر وبعد تشويح الهودوك في المقلات قليلا كنا على موعد مع قليل بيض الأيون في حين للأمانة والتاريخ لم نقل الشرحات استعدنا عنها بقطعتين سلامي جاهزتين بس بالوصفة تبع الصحن الإنجليزي اللي بيأكلوه على الفطول لازم يكون في قطعة شرحات فيتم تشكيل الصحن الشهير من قطعتي هودوك حفنة من الفاصولياء وشرحة وبيضة عيون مقلية ولا بأس بقطعة مخلل مشانة مزمز وهجموا أيها العمال ولا تنسوا الخبز الفرنجي وبعد ذلك يكون العمل بالانتظار عمل حقيقي معمل حقيقي دوام من 8 ساعات حقيقيات لا وجود للمتة هناك ولا وجود للفون فهذه الوجبة القوية في الصباح كانت لتجهيز الجسد العامل وتزويده بالطاقة القصوى للعمل والعمل حتى آخر لحظة في الدوام الإنجليزي ما في اجتماع فول بالزيت ولا فول باللبن الذي يستغرق ساعة ونصف عادة إذا شدوا الشباب بالإيقاع ما في اجتماع شهاي ما بعد الفول ومدته نصف ساعة أو 3-4 ساعة بالتمام والكمال وهو في دوائر الدولة عندنا حلال وما في اجتماع أهوة وفتح فنجان وقراءة كف وضرب المندل وقراءة الأبراج وحل كلمات متقاطعة بشكل جماعي لإظهار التعاضض بين الموظفين والتكافل والتضامن لكان في الاتحاد قوة وهذا الاجتماع الأخير يمتد بين الساعة والساعتين حسب المراء وتراكيب المزاج وما في عندهم اجتماع ضيف وهو اجتماع شهير عندنا لإظهار حسن علاقتنا بأصدقائنا فنستقبلهم في أماكن عملنا لمدة ساعة على الأقل وما في عندهم متى لأن علاقاتهم متوترة مع الأرجنتين من زمان من أيام جزر فوكلاند أصلاً ما عندهم شب فاطاط وخلص الدوام مع السلامة يا أستاذ بالتوفيق مدام كنتو عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي ترجمة نانسي قنقر